النهاردة اتحاد الكرة اتحاد كرة القدم نظم مؤتمر صحفي واعلن فيه عن التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب الاول المصري لكرة القدم واحفظوا معايا الاسم هو عشان ده الرجل اللي حيقود المرحلة القادمة من رحلة الكرة المصرية سواء في تصفيات كأس الامم الافريقية القادمة او بداية تصفيات كأس العالم اللي بعد اللي جاي ان شاء الله بقى 2026 ربنا يحيينا ويحييكم وبصوا معايا الصورة كويس عشان نحفظ شكله هذا هو الرجل اسمه روي فيتوريا في بالحرف الفي مش الفي عشان في ناس كي تقولك فيتوريا روي فيتوريا ودي صورة كابتن حازم طبعا نجم الكرة المصرية وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصر لكرة القدم واللي كان مكلف بالبحث عن المدرب والتعاقد معه والصورة كانت وحازم يمضي معاها التعاقد والصورة النهاردة هي لروي فيتوريا وهو في المؤتمر الصحفي وجنبه الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وده حازم وهو بيتكلم وحازم النهاردة قال جملة انا عايز اتوقف عندها شوية اولا قبل الجملة اللي قال حازم قبل ما نتكلم في اتحاد الكورة وقبل ما نتكلم في منظومة بتاعت اتحاد الكورة والمنظومة المصرية اللي في رأيي محتاجة تعديل برضو روي فيتوريا مدرب كويس جدا انا بقوله هو كلمة انا مسؤول عنها روي فيتوريا مدرب كويس جدا سيرة ذاتية محترمة تاريخ كويس انجازات كويسة مع الاندية اللي دربها معتقدش معتقدش انه درب منتخبات يعني انا متهيلي لما قريت السيرة الذاتية بتاعته مش فاكر انه هو مسك منتخب لكن اللي انا متأكد منه انه مسك اندية محترمة وعمل معها انجازات واكبر الاندية اللي مسكها طبعا نادي بنفيكا البرتغالي واحد من اندية القمة في البرتغال فهو صفقة جيدة هو صفقة جيدة وما اجدبش عليكو انا ما كنتش متوقع ان اتحاد الكورة يعرف يجيب فيتوريا او يعرف يجيب حد بقوة فيتوريا بسبب السمعة الوحشة اوي اللي احنا خدناها في اعقاب ترحيل كيروش بالمنظر السيء اللي احنا عملناها والكلام والتصريحات اللي قالها كارلوس كيروش واللي سوقت صورتنا خلت معظم الناس اللي بنتفاوض معهم يرفضوا ويعتذروا عن تدريب منتخب مصر فالحمد الله اوي ان روي فيتوريا وافق وقال جملة حلوة اوي روي فيتوريا النهاردة عجبتني ومن الواضح كده من الجملة اللي هو قالها دي انه بخلاف انه مدرب كويس انه قدرته الاعلامية والتواصل مع الاعلام والتواصل مع الجماهير هو زاكي فيها قال ايه فيتوريا اوي الجملة قال النهاردة انا باعلن بداية تدريبي لمنتخب مصر وبالتالي النهاردة اعلن ان انا بقيت مصري زيكم حلوة حلوة والحقيقة دي سمة في معظم معظم المدربين بتوع المدرسة البرتغالية يعني فيه مدربين كتير اوي شطرين بس متهيألي اشطر ناس في التعامل مع الاعلام والتعامل مع الرأي العام والتعامل مع الجماهير وتحبيب الجماهير فيهم هم مدربي المدرسة البرتغالية في التدريب وطبعا مش حننسى الاستاذ كان منو الجزيه منو الجزيه هو معشوق جباهير الاهل لحد النهاردة لحد النهاردة مش بس عشان انجازاته عشان شخصيته وعشان تصريحاته وعشان حبه للاهلي والمواقف اللي كان بيعملها في الاوقات السليمة اللي خل الجمهور الاهلي يعشق التراب بتاع منو الجزيه وطبعا الاسباشال وان جوزي موريني والبرتغالي كمان استاذ في الحكادي وفيتوريا هو كمان ماشي على نفس المنوال قال لك من النهاردة انا بقيت مصري وحلمي هو حلم كل المصريين في انجازات قادمة للكرة المصرية يا رب يا سيد فيتوريا يا رب الحقيقة انه كلنا معاك كلنا معاك يا روي فيتوريا اعلام وجماهير واعتقد لاعبين وبصوا حتى هو عمل تيشيرت النهاردة روي فيتوريا 2026 ليه 2026 عشان ده الحلم هو التعاقد معاه اربع سنين من 2022 ل26 وحلمنا معاه وهدفنا معاه انه طبعا نصل لكأس النومة الفريقية اللي جاي في كوند فور ونكسبها باذن الله لكن الهدف الاهم هو الوصول لكأس العالم 2026 العائق الاساسي قدام روي فيتوريا ايه من وجهة نظري لا مش مستوى اللاعبين هو اتحاد الكرة نتعاقد مع فيتوريا هو ده العائق الاساسي لو عرف يتغلب عليه روي فيتوريا هينجح معرفش الله لو جبنا مورينيو ولا جبنا كلوب ولا جبنا مش عارف جوارديولا فيش فايدة طول ما منظومة كرة اليد فيها تخبط وفيها عشوائية اه القدم انا ياسف انا اليد دي عشان انا طول الوقت باحلم ان القدم تبقى زي اليد في التخطيط والعلم والادارة اللي موجود فيهم طول ما اتحاد كرة القدم او المنظومة بتاعت كرة القدم فيها هذه العشوائية والتخبط وما فيهاش ادارة وتخطيط وحسم وقدرة على وضع الجداول وقدرة على التعامل مع الاندية ورؤية الصالح العم بجد الكرة المصرية هنبقى كأننا زي اللي بيحرد في البحر زي اللي بيحرد في البحر تسأل فولي جمال بيه مبروك لينا فيتوريا وربنا يقدرك على اتحاد الكرة